ننتقل لسلامة عطالة من بريكسل سلامة كيف ينظر الاتحاد الأوروبي لهذه الأزمة الآن وقد تفقمت بهذا الشكل وسببت أزمات بين الدول الأعضاء في الاتحاد مسأل خير صديقتي ومسأل خير لضيوفنا أزمة الهجرة هي أكبر إخفاق صارخ في القرن الواحد والعشرين وأكبر إخفاق صارخ في تاريخ المشروع الأوروبي المسألة وصلت إلى قضية أخلاقية في جوهر الأخلاق حينما يصل في الأسبوعين الماضيين نحو ألفين طالب لجوء إلى إيطاليا ثم ترفض إيطاليا استقبالهم مع أنهم يرتجفون بردا وفيهم المرضى وبعد ضغط شديد سمحت فقط للإناث ومنعت الذكور من النزول إلى الأراضي الإيطالية وقالت بأننا لن نستقبل هؤلاء خبراء القانون يؤكدون بأن هذا السلوك غير قانوني ويتنافى مع الالتزام القانوني بضرورة إنقاذ الضحايا مهما كانت الظروف إيطاليا ترد بأن هذا أمر قانوني وبأن هذه السفن التي تحمل المهاجرين يجب أن تنزل هؤلاء المهاجرين في الدول التي رفعت أعلامها هؤلاء المهاجرين أو طالبين لجوء جاءوا بأربع سفن تابعة لمنظمات غير حكومية هذه المنظمات الغير حكومية تابعة لمنظمات تحاول إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط أو ما صار يوصف بالمقبرة المائية وتأخذهم إلى أقرب شاطئ أو أقرب بناء تكون غالبا في الجبهة الأمامية هي إيطاليا هذه السفن الآن موضع النقاش إيطاليا تقول لا يجب للدول السماح للمنظمات المدنية بامتلاك سفن والذهاب إلى البحر المتوسط وإنقاذ المهاجرين لكن مع ذلك مع هذا التناقض الصارخ مع القانون الدولي إيطاليا تشعر بأنها تحظى بالتعاطف من جيرانها الأوروبيين لأن أولا أكثر ما فعلوا الاتحاد الأوروبي مثلا لمحاربة أزمة الهجرة دفع الأموال لتركيا لكي لا تدخل المهاجرين واضح بعد أكثر من تجربة بأن تسليح الهجرة أضرب الأوروبيين وصار هذا الحل غير عملي ومكلف يعني تركيا عملة مع اليونان بلاروسيا عملة مع بولندا المغرب عملة مع إسبانيا صارت أي دولة ممكن تفتح الحدودها حتى اليوم أو اليومين وبالتالي تستطيع ابتزاز الاتحاد الأوروبي